لو إن إحنا نعملهم في الطايم بتاع الحلقة بالتفاصيل أعتقد مش هكافة ففيه شوية تفاصيل وشوية تحضيرات اللي هو البوزن بلس فإننا خلونا عشان مع بعض برضو تبقى إنت عايش معنا الحكاية وعارفين شغالين إزاي موضوع البانكيك هنعمله مع بعض دلوقتي عشان يتخمر ويقعد له تقريبا 15 دقيقة عشان تشتغل معاه عندنا عجينة الدونتس كمان لازم تتخمر وتاخد وقت كبير جدا وسر من أسرار ونجاح الدونتس لازم ياخد مرحلة التخمير بعد ما نقطع العجينة وتقعد لها تقريبا ساعة بعد التخمير العجينة معنا جاهزة وزي الفل حلو قوي اطلع يا شيف بتجيب الأطاعات بتاعتك ما عندك إش أطاعات بتجيب غطى الإزازة وتجيب بتاعت الفطير يعني ما تديك حاجات تتصرفي فيها علشان ما توقفيش وتروح تشتري الحاجة وتقول المحل قافل والحاجات اللي إحنا عارفينها دي انت عايزة تعملي لولادك الدونتس بطريقة سهلة بتعجيل العجينة اللي هنعجيلها مع بعض دلوقتي وتقطعها بالشكل ده كده بتجيب العجينة تفريديها وبتعمليها بغطى الإزازة بالشكل ده كده اللي بتحطة اللي بتطلع من عندك من النص هي دي بالشكل ده الموضوع بسيط خلونا نشوف ميادير الدونتس مع بعض على الشاشة انا هعملها ومعنا العجينة متخمرة وجاهزة للتحمير واحدة واحدة كده عبارة عن دقيق وخميرة وبيكن بودر ومعلاقة سكر للخميرة عشان تشتغل والمادة السائلة يقمت ميا دافية اما حليب لو حطيتها حليب هتبقى حلوة ميا دافية هتبقى حلوة وربع كوم من الزيت وتلات جدار هي دي المقادير بتاعة الدونتس سهلة وبسيطة ومعلاقة صغيرة من الفانيليا عايزة تحط شوية هيل ومعلاقة سكر عايزة تحط فانيليا ماشي عايزة تحط هيل ماشي حسب الرغبة حلو الكلام تعالي نعملها مع بعض السريعة اول حاجة هنحط الخميرة هنا اه ونحط عليها يا ابنشي في معلاقة سكر علشان تشتغل بسرعة اه تقوم الخميرة مع السكر تكون سريعة المفعول وندوب الخميرة كده بس هي دي الميا اللي هاجن فيها اه نتأكد شفت انا عايزة اقول حاجة بس اول ما تحطي مية دافية على الخميرة والسكر عملت رغوة كده يبقى الخميرة حلوة اشتريتها كويسة من عند الرجل البقال او اللي موجودة عندك في التلاجة او في المطبخ سليمة لان الخميرة لو جالها رطوبة وتراكنت عندك وقت كبير ما فاولها بيانتهي تحط لها سكر تحط لها شرباط تحط لها عسل مفيش فايدة منها حلو الكلام اه الخميرة ترامل عملت رغوة كده وفكت معاك بسرعة اعرف ان هي بسلامة وامان اه زي الفل اللي عم الشيف نبدأ نحط الديق بتاعنا استني معلش نحط الاول الديق معايا البيض هنعجل المكونات دو كلها مع بعضها سهولة بساطها بمرونة بنحط شوية زيت صغيرين او تحط زبدة حسب الرغبة ونقلب دول كده مع بعض اه عجينة عادية خارس بس بتبقى عجينة سميكة شوية زي عجلة البيتزا تقريبا وبتبقى قطرة ونعمة من عجلة البيتزا اه اه لانا دي بيخش لها بيض طالما العجينة بيخش لها بيض في المقادير اعراف ان هي قبل ان هي تنتفخ معاك ويتعالو معاك لما تتخمر اه شوية الفانيليا فين اهم حل وبيكن بودر نحط البيكن بودر عشان العجينة تبهشة معانا وزي الفول العجينة معانا هي نخش بايدنا فيها زي الفول قادة عجينة الدونالس كلنا بتسأل بتتعامل ازاي يا شيف وبصراحة نروح نشتري واحدة واثنين وتلاتة في بعض المحلات المشهورة ممكن نقف طبور ممكن نروح نشتريها بعشرين جنيه بتلاتين جنيه وهي وليك والله اللي بالشكراتي خلست اللي بالكرامل خلست وهكزا الا عجينة معي عيت زي الفول اخدها كده على الخشبة بتاعتي او على الرخبة بتاعتي واعجينة عجينة ودونالس في اقل مين دقايق اهملنا اه متقديمها كده اه العجينة طالما تمتي معاك بالشكل ده اعرف ان هي زي فول اه آه قادي عجينة طلقت معا hoje حلو اه اسرع من كده مفيش سهلة التخمير ومراحل التخمير أسرار نجاح الدونالس بتاعك هنفرد العجينة بعد ما نفرتها بعد 5 دقايق أو 10 دقايق تقريباً بتحطها بالشكل ده كده وتقطعيها وتسيبها تتخمر لمدة ساعة وبعد كده نحمرها في الزيت وصلنا للمرحة ريف ده فكرة الدونالس إزاي أما تتبج إحنا مع بعض نشوف مع بعض كده بخريك ده الجميل معنا الشوكولاتة فرسي اللي هي الغمة معنا الملونة الأطفال بيحبوها معنا شوكولاتة هنسيحها دلوقت ومعنا شوكولاتة بيضة كمان هنسيحها مع بعض ونشوف إزاي نسيح الشوكولاتة وإحنا وقفين مع حضراتكم كده بسهولة بس خلونا نولع على الزيت علشان نحمر الدونالس الشوكولاتة هتسحنا والله هم صلى على النبي تمام أحط الزيت ده يسخب ونحمر ونبدأ أن إحنا نغمز بقى بشوكولاتة بيضة شوكولاتة حمرة شوكولاتة غمقة زي ما أنت عايزة طيب الشوكولاتة نسيحة إزاي يا مغاز لغاية دلوقت الشوكولاتة ما بنعرفش نسيح نعمل إيه؟ ببساطة جديدة أنا معايا حمام مية فيه كبير وفيه صغير مية بتغليهايات على النار بنحط المصفى دي كده أو بتتباع الحاجات دي عند إخواننا بتوع الأدوات المنزلية ما عندكيش الحاجة دي هاتي طاصة صغيرة حطيها ما عندكيش دي هاتي أي حاجة زجاجي بتحطي في قلبها ما فيش مشكلة أوه بالشكل ده كده وتعالوا نسيح مع بعض الشوكولاتة معانا زبدة بنحط زبدة هنا كده ده حمام مية أوه سهل وهنا شوية زبدة كمان على قد استخدامنا يعني تقريبا معلاتين من الزبدة ومعانا الشوكولاتة اللي هي الألوان ودي موجودة عند المحل بتاع السوبر ماركت فأي مكان أو عندي إخواننا اللي بيعملوا الحلويات بناخد الشوكولاتة دي نحطها كده وعندي كده كمان الشوكولاتة البيضة الأولاد بيحبوا الشوكولاتة البيضة بالشكل ده كده ناخد المتكسر ده النهاردة هدية مني وعدية مني للأطفال الحلوين لقد الشوكولاتة نخلاها هنا جنبينا بتصيحها هيت زي الفل كل اللي هتعمليه دلوقتي بتحط شوية حليب هنا كده تبتخف الشوكولاتة وهنا كده عشان لما تعملها التوبج للدورت تطلع معاكي وزي الفل زي الفل تمام الشوكولاتة تسح براحتها حلو الكلام أنا بس عايزة أوصل والهدف من الحلقة بتاعتي في الوقت بتاعنا أفكار لكل أم دلوقتي عدها أطفالها الحلوين إن أنا أخش المطبخ الحاجات دي على فكرة ممكن تشتريها بسهولة وتريحي رأسك بالجو ده بس أنا مش حابب كده العيد إن إحنا نوقت في البيت ودكتامع وأسرة واحدة وعيلة واحدة إيه المشكلة لو دخلت المطبخ عملت حاجة حلو لأيالك مش هتعملي كل ده يعني بتبين زي شي في المغازي إحنا طبعا على شاشة القناة الأولى والكرم والجود بتاعنا ده الطبيعي ده أنا بعلمك تعملي إزاي وسنة ديك في المطبخ ولكن هدفي من الحلقة دي النهاردة بالذات يخش المطبخ يعملي حلويات للولاد بيقولولهم النهاردة نعمل لكم الدوناتس النهاردة على طريقة المغازي ده سهل جدا لما كنتش يعرف كده لو أعرف كده كنت عملتولكم كل يوم وها كزا هعمل دلوقتي الكوب كيك هي نفس طريقة عمل الكيك الزيت سخر غزب لعني ببساطة خالص بيعابل كده أهو لامون أو برتقان وبحطها كده ياخد راحته واحد لما بعصب بيقوله لشنا تشعب عصير لامون الزيت لما يعصب منك وسخر غزب عنك حط فيه لامون أو برتقان بس خلص ياخد راحته خالص هابدع حبر الدوناتس بتاعنا وإحنا هوقفين مع بعض كده الصغير والكبير اه ده الصغير والكبير مافيش نار هنا بتخلي بالك حالوا الكلام اه انا خلصت كده من حكاية وكسة الدوناتس بتاعنا الزيت يسخل شوية ونبدأ نشتغل مع بعض قبل ما اطلع الفاصل هننوي عن حاجة عجلت الدوناتس عملناها مرحلة التخمير بتتم عشر دقايق بعد العجل مباشرة بنفرتها بنقطعها بالشكل ده كده انا بحاول بقدر الامكان وقتنا من دهب بحاول ان انا اوصل المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة وهدفي من الحلقة تاني بكررها للمليون انك تخش المطبخ تعملي لو كلوا كحك او كلوا بسكويت او حلويات للاطفال هو ده العيد والعيد فرحة والعيد كحك العيد و بسكويت العيد وحلويات للاطفال فاصل صغير ونرجع مع اسران الدوناتس البانكيك الكوب كيك التفاح بالكرامل او هتروحوا ببعيد تاهم اوني بعد الفاصل موسيقى الخدة اللي احنا عايزينه من فصل بورتغان او الليمون هدى من روع وعصبية الزيت بتاعنا طبيعي بتحمر سمك حط رس الليمونة في قلب الزيت بتحمر فواكه او بتحمر بسلا دونالس زي ده كده او بالح الشام زلابية حط الليمون او البرتغان هيهدي من روعة الزيت حلو الكلام وصلنا للمعلومة دي توشكا نطلع الدونالس بتاعنا بسرعة اللهم صلى عنا. الدونالس بتاعنا بتحمر نشيل الحاجات دي من هنا كده ونوسع لنا بسانة. عدك بقى الدونالس عايزة تقدميه بايه لأولادك بالشوكولات تقدي به الكريمة السكر زي ما انت عايز. احنا معنا الشوكولاتة هنا اهي زي الفل شفت الفكرة اهو عايز انا مع الشوكولاتة اللي هنا دي كده شوف الجو ده اهو دي الشوكولاتة هنا اهيالدنيا حلوة كده معنا يا شباب شايفيني اي hági اقولولي انتو عنايا اللي بشوف بيها عقضر يا فانتم عيلي يا شرل المناديل نحط دي هنا اهو والشوكولاتة دي اهة اللي انا بسيحة اهو 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 ايه الحلوة دي عشان ده انا ما كنتش عارف الموضوع سهلي كده اهو دي بالشوكولاتة حاضر عناية اهو يا سلام يا سلام نعم بالعسل ممكن بالكرامل ممكن بالعسل السود تبقى احلى واحلى انا بحب اكل الدولتس انا بحب اكل الدولتس على فكرة بالعسل السود والله العظيم مش بهزر اقسم بالله بالعسل السود يعالج الانميا بالمربة وهكذا الشوكولاتة اهو 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 الشوكولاتة لا سيح تعمل شوية اهو 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 هل وكبان واحدة بالشوكولاتة انا بحب الشوكولاتة دي كده فيها حليب وفاية زبدة اهو زي الفن الولاد بيحبوا بقى يحبوا الحاجات اللي انا هعملها دلوقت تكيزوا معي اهو معانا الشوكولاتة هنا فين الملونة اهو 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 شفت الجاو دك اهو زي اللي بتشتريها من برة اهي بص عليها كده معايا فرسان التليفزيون المصري زيزو اه 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 دي موجودة برا يا شيفي الواحدة بتعمل لها عشرين جنيه اه اه زي الفل خمسة وتلاتين حلوة اه 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 ما اقول لعنده اطفال هو اللي بيشتري الحاجات ده واعرف اه 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 نخلي دي مكانه فين هنا اه 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 الدونتس بطريقة سهلة معايا شوية تانية حمرهم واقدمهم بشكل تاني اه يلا نشيل دي كده من هنا الزيت سخن معايا شوية معلش النار شديدة عم يهبزة بطهالي ربنا يسعده اه 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 زي الفل ما انا قبل بقى اطلع الهوة لازم تعرفوا حضراتكم انا اقل مجهود ممكن ابزله او ان انا اقدر اقدمه معايا مساعدين معايا فرسان العمل اللطيف ده كلهم بيشتغلوا من اجل ان الصورة تطلع حلوة نشيل الزيت ده من هنا يا شيف علشان الاطفال الحلوين مايحصلش معاهم مشكلة اه اه وتعالوا عزيدي بالشوكولاتة البيضة انا يا شوكولاتة بيضة 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 اه الشوكولاتة البيضة معايا اه 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 تعملي بقى الشوكولاتة البيضة دي بقى تسمعك اللي بيحالا دلوقتي وانا معكي حاولك على طريقة حلوة قوي وبيزد الله فيه تطوير كبير لبرنامج اكلة ام انتظروه مننا بعد العيد مباشرة مفاجأة لكل السادة المشاهدية تحت امرك يا امي تعالوا نشوفوا انا مش بحب الشوكولاتة يا شيف كل يوم شوكولاتة اه اه فيه شوكولاتة بيضة لطيفة اه شفت الشوكولاتة دي اه زي الفل تنزل كده اه اه فيه محلات لكده مخصوص بيقاملوها اه اه شفت اه اه اعملها من حيتين زي ما انت عايزة بس هي بتبقى نحية واحدة وساعات بدي حيتين اه اه ودي بتتحطي بقى على المفروض تتحطي على شبك والشبك ده الشوكولاتة ازاي ده تنزل تحت وهكذا الجو ده اللي احنا عارفينه اه اه انا انا باشكر الاطفال الحلوين اللي انا بلاحظ ان هما اللي بيتصروا دلوقت وطبعا باشكر ماميتهم ومباهم لانهم تب اكيد طبعا توجهات منهم الطفل في السن بتاعه ده مابلش حاجة غير بتوجهات باباه ومامته اه اه ان هو يتابع القناة الاولى تلفزيون بلده هي دي الوطنية هي دي القومية العربية اه اه شفت ازاي اه 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 ايه الحلوة دي عمشين انا والله مش عايزها كده ايه راك تحطيلي على شوكولاتة من دي حاضر اني اه اه ازا ما حشغلين يلا يا زيزو ده اللعدي ايه ده اه 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 دي تاني طبق دوناتس حفل الدوناتس النهارد اه 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 حفل الدوناتس النه بالشوكولاتة اللي احنا حبنا حلو الكلام هنخليه هنا مكانه ونشيل الفراولة وننزل بهنا اه اه كونتر معنا يا زحمة اه هنوسعه تاني اه اه زي الفل زبدة تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ اهم حاجة انا اروى الدنيا كده الاطفال اللي بيخش يتعودوا منك عن نظافة زرعت جواهم وغرست جواهم ان المطبخ يكون نظيف انا بيحب الدوناتس ده سادة كده ممكن احط عليه سكر بودر معايا سكر بودر اه 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 ا